وتبدأ هي دي يعني فعلا بقى معالم الجمهورية الجديدة تنشيط الجسد السياسي تمام الجسد السياسي يبدأ من الجامعة؟ يبدأ لا ولا يبدأ منها؟ مش عايزه نبدأ منها لان كله شوف الجامعة ومراكز البحوث والإعلام والصحافة والتلفزيون دي مصانع أفكار تمام تدي أفكار اختراحات آراء طب إزي الحركة الأحزاب السياسية أحزاب السياسية إزي يا دكتور علي بعد ومعرفش حضرتك صحح لي ده طبعا بعد عزوف البعض على الدخول في أحزاب سياسية من وجهة نظر حضرتك كيفية جذب جذب أن يشعر الناس بالأمان أن يشعر الناس بالأمان للدخول في الأحزاب عايزين قناوات لو في قصص قال له واحد دخل في حزب وحصل له كذا قال كلمة في اجتماع حصل له كذا أي أيا كان تمام وحتى ونظر صحة ولا مصصح شعور الناس بأن الفكرة وبرضو الإعلام كرسها لفترة والنظام السياسي للأحزاب دي عامل القسام في الأمة إنها ضعاف للأمة إنها بتشتت الأمة الحزب بقى هو مظهر ضعف للأمة لا بنقول التنوع مصدر إثراء وقوة التنوع مصدر قوة نعم وأعتى وأقوى الدول الديمقراطية بتخبرت عدد الأحزاب أي طبعا بالعكس أنت النظام القوي هو ليتحمل الخلاف نعم الخلاف الديمقراطي نعم وخلاف وجهة النظر نعم والناس تكلم أنا بتصور إن الفترة القادمة هتكون كده أرجو هذا وأتمنى هذا واللي حيساعدنا الحوار الوطني حقيقة لأنه الحوار الوطني كان مشجع لأشياء كتيرة جدا يعني ده اللي أنا أقصده شايف مين من الأحزاب اللي يعني نقدر نقول إنه ممكن يبقى حزب قوي بس محتاج يعمل كذا وكذا وكذا ومحتاجين هل إحنا محتاجين دكتور علي فكرة الأحزاب اللي هو فكرة اليمين وفكرة الوسط وفكرة اليسار أم محتاجين حزبين أم إحنا محتاجين إيه شايف إنه التركيبة المصرية والمزاج المصري يميل لدخول أحزاب بمعنى إيه؟ أو شكله يبقى عمل إزاي؟ مشوفي حضرتك قبل 52 كان في أحزاب وأحزاب ناشطة وكذا والمزاج المصري كان بيقبل الأحزاب نعم بعد كده بقى فيه أفكار سياسية ضد الحزبية واستخدم مثلا لك صورة الأحزاب ومن تحزب خان ده كان شعار في وقت من الأوقات فإذا كراهية الأحزاب أو الخفل الأحزاب ما داش قل ده وعي المصريين أو كده لا ده كان دي نتيجة ثم أنت عيشت 25 سنة من 52 ل77 في ظل تنظيم سياسي واحد نعم يعني نشأت أجيال من المصريين وقد تعودت على إنه في رئيس واحد لا ينافس ما فيش انتخابات والناس مش رهمة كده ما كانش فيه انتخابات في مصر لغاية 2005 اللي كان موجود حاجة اسمها استفتاءات نعم يعني يعرض على الشعب اسمه واحد ويقول نعم أم لا نعم الاسم الواحد ده بيقترحه أو بينتخبه أعضاء مجلس البرلمان تمام إنما إحنا دولة ما زلنا حديثة وإنا مش